لَدَى الْمُّ لَا تَرِيْكَنَةَ أعلم بكم مشاهد الكرام مجدداً في هذا البث المباشر والمتواصل وفي هذا اليوم الفضيل يوم عرفة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يسر لهم أمرهم وأن يحفظهم بحفظه التام ويحرسهم بعينه التي لا تنام وكذلك الجنود الذين يقومون بكل الخدمة لحجاج بيت الله الحرام سواء من القوات السعودية وكذلك من وزارة الحج وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى جميع المملكة العربية السعودية تستنفر في المشاعر خدمة لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام يسرنا أن أرحب بكم وأرحب بأخي وزميلي الذي يرافقني في تقديم هذه الحلقة مشعل الشمري أهلاً ومرحباً بك خالد وكذلك أهلاً ومرحباً بأستاذ المشاهدين في هذه التغطية التي نواصل من خلالها وضع الجميع في صورة هذا الحدث الكبير وهذا الحدث العظيم طبعاً في هذه الدقائق سرنا أن يكون معنا للحديث عن مجموعة من الخدمات الأستاذ عبد الرحمن المرشد أهلاً ومرحباً بك أستاذ عبد الرحمن أستاذ عبد الرحمن وفيك وفي أستاذ خالد ووقية الزمن الله يحبك ساعدين أستاذ عبد الرحمن بأن تكون معنا في هذه التغطية التي طبعاً تأخذ جوانب عدة أو تأخذ جوانب عدة من الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام وكذلك الجهود الكبيرة التي تبدلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرامين الشريفين وسمول عهده الأمين لتسهيل كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لينعموا بتأدية منسكهم بكل يسر وأمان لعلنا نبدأ عن جهود متميزة وكبيرة تقوم بها المدرية العامة للدفاع المدني وكلنا يعلم الجهود التي تقوم بها وكذلك الاحتياطات والترتيبات والأمور الأخرى المتعلقة بالحملات والمتعلقة بسلامة وأمن الحجيج لو بدأنا بها نعم طبعاً في البداية أنا أريد أن أبدأ بحديث خادم الحرامين الشريفين كبير الله اللي دائماً ما يؤكد أن خدمة الحرامين الشريفين شرف خاصة الله عز وجل بهذه البلاد وأن ما تقوم فيه المملكة العربية السعودية وما تقدمه من خدماتها ليست منا ولكنها يعني حقيقة شرف نفتخر فيه جميل ونحن دائماً عندما نتحدث عن الحج عندما نتحدث عن حجوج بيت الله عندما نتحدث عن المعتمرين فدائماً نؤكد أنه والله أي مواطن سعودي بدأ من خادم الحرامين الشريفين وانتهاء بأسار مواطن هذا شرف حقيقة نفتخر فيه وأمر نعتبره حقيقة مكسب لنا ولا يمكن أي مواطن سعودي إلا عندما يأتي موسم الحجي جلوية دائماً يقرن الحج بالخدمة فإننا نحن خدام الحجاج بيت الله الحرام خدام لكل زوارها الحرامين الشريفين وفي المملكة العربية السعودية نفتخر بهذا الأمر والمملكة لا يمكن أن تقصر في هذا الأمر بالعكس المملكة العربية السعودية بدلت الغالي والنفيس لخدمة الحجاج في جميع القطاعات طبعاً أنا أبقى أعرج على باسم أمر الصحفي الذي ذكره الصحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحكم أنه هو المسؤول عن الحج عندما أكد أن عدد الأفراد المشاركين في خدمة الحج هذا العام أكثر من 350 ألف فرد يعني أنت تتكلم عن أعداد مهونة أعداد كبيرة طبعاً ما بين مدني وما بين معسكري كل هذه حقيقة تؤكد أن المملكة العربية السعودية تبدل الغالي والنفيس وتحشد كافة الطاقاتها كافة الطاقات البشرية كافة الطاقات المادية لإنجاح هذا الموسم ولذلك لا نستغرب أن مواسم الحج كل سنة يعني كل سنة نجد نجاح وضاف إلى نجاح نجد تطور وضاف إلى تطور نجد إنجازات وضاف إلى إنجازات لا يمكن بالعكس أنه يمكن أن يحج السنة هذه عندما يحج العام القادم يجد شيء مختلف تماماً صحيح أسد نعم الآن لما ذكرت زمت فضلت أنت يا سيد خالد لو تحدثنا عن بعض القطاعات بشكل مختصر مثلاً لو تحدثنا عن الدفاع المدني الدفاع المدني يعتبر من قطاع من القطاعات الأمنية الموجودة المشاركة في موسم الحج الدفاع المدني يبدو كافة يستمدر كافة طاقاته يستمدر كافة آلياته يستمدر كافة جهوده بالعكس يمكن بعض القطاعات أو بعض الآليات الحديثة يمكن ما يتم استقدامها إلا لموسم الحج يعني موسم الحج هو حقيقة أنا أعتبره هو موسم التطور وموسم التقنية كل تقنية الحديثة اللي تأتي على مستوى العالم تجدها موجودة في الحرمين الشريفين وفي موسم الحج ولذلك نجد الدفاع المدني من أهم القطاعات المشاركة لا يمكن ولله الحمد يعني تحدث أي مشكلة أو لا يحدث أي ضرر إلا وتجد الدفاع المدني سباق تجد كافة الأفراد تجد كافة الآليات تجد كافة القطاعات سباقة ولله الحمد لرفع الضرر عن الحجاج وتجدها أيضا موجودة للولا قدر الله حدث طالح حدثت مشكلة إلينا هي موجودة أليا الدفاع المدني الدفاع المدني يعني سواء مختص سواء بالحرائق سواء بالإنقاذ سواء بالمشاكل سواء أيضا على فكرة القطاعات إجراءة السلامة يمكن تعتبر السلامة كلها بكافة أشكالها أيضا كافة القطاعات هي ليست مثلا معنية بجزئية معينة يعني تجد لو لا قدر الله حصلت مشكلة فيما يتعلق مثلا بالأمن بالسلامة تجد الدفاع المدني أيضا يشارك بقية القطاعات الأخرى هي ليست ملزم يعني هو ليس ملزم بمثلا أو مثلا يقوم بعمل مثلا أعمال المحددة فقط إنما يشارك بقية كافة القطاعات في كافة الأعمال ولذلك نجد الدفاع المدني من أهم ومن أبرز القطاعات اللي يشارك في حج كل عام ونجد ولله الحمد على كافة الاستعداد على مدار الدقيقة وليس على مدار الساعة نجدهم جاهزين لكافة الأعمال حقيقة المناطفية نعم أيضا السيد الرحمن ونحن نتكلم عن الدفاع المدني لا شك كما ذكرت أنت أنه في كل موسم هناك الجديد وهناك سواء الدفاع المدني أو غيره حريصين أيضا على كل ما من شأنه تطوير كل قطاع ونحن نتحدث عن الدفاع المدني ما هي أبرز الاستعدادات وأبرز الأشياء التي جاء بها الدفاع المدني هذا الموسم طبعا يشوف الاستعدادات والأبرز طبعا أولا نخذ رقاهم الآن في البداية طبعا عدد هذا طبعا نكرسه عدد الآليات المشاركة وأكثر من سبع عشر ألف آلية وأكثر من سبع عشر ألف سيارة في الخدمة كلها موجودة هذه طبعا تضاب الآليات الدفاع المدني تضم إلى كافة الآليات الموجودة في بقية القطاعات ولذلك الدفاع المدني الآن مشارك بسيارات الحرائق مشارك بكافة الأجهزة الموجودة مشارك بكافة حقيقة أيضا الدفاع المدني لديه سيارات إسعاف متوفرة سيارات إسعاف مجاهزة بكافة التجهيزات لديه سيارات الطفاء الحرائق لديه سيارات السلامة بكافة أشكالها لديه الأفراد المتخصصين على الإنقاذ الإنقاذ يعني مثلا لا قدروا الاحتجازات احتجازات مثلا في مصاعد احتجازات مثلا في مناطق معينة نجد الدفاع المدني سباق لإنقاذ المحتجزين لإنقاذ كافة الأفراد اللي يعانوا من أي مشاكل تتعلق بالسلامة فلذلك الآن الدفاع المدني لديه العديد من التجهزات الحديثة ولديه الآليات اللي تقوم بكافة الأعمال على مدار الساعة الدفاع المدني أيضا يضاف إلى كافة القطاعات الأخرى اللي تشارك الدفاع اللي تشارك الدفاع المجالات الأمنية أو كافة القطاعات الأمنية في كافة المجالات ولذلك ليس هناك حقيقة عندما نتحدث عن رجال الأمن بشكل عام نتحدث عن رجال قوات المسلحة بشكل عام نحن لا نريد أن نخص قطاع معين بالحديث لأنه أنت الآن في الحج عندما يتم الحديث عن الحج ويتم الحديث عن كافة القطاعات يتم الحديث عنها بشكل مجمع لأنه مثلا عندما يتحدث عن المشاركين نقول للمشاركين 350 ألف نقول قطاعات الأمنية المشاركة هذا عدادها فلذلك القطاعات الأمنية سواء الدفاع المديني أو غيرها تشارك مع بعضها البعض لعمل أو لإيصال السلامة لكافة الحجاج المعتمرين لرفع الضرر عنهم لرفع المشاكل لرفع أي ما يتعلق بسلامة الحجاج المعتمرين بشكل عام لكن أيضا أستاذ الرحمن ممكن ذكرت أنت في مجمل إجابتك على سؤالنا الأول جهود الدفاع المدني والمهام التي يقوم بها وبالتالي ربما نحن من خلال هذه المحاور نستعرض عدد من الجهات الحكومية لنأخذها إجمالا ربما أخذها ببعض التفصيل الدفاع المدني أنت ذكرت أشياء مهمة جدا والجميع يعلم الجهود الكبيرة للمدرية العامة للدفاع المدني أيضا فيما يتعلق بإجراءات السلامة المتابعة مثلا إجراءات السلامة في الحملات أيضا إجراءات السلامة المتابعة في عدد من الجهات الحكومية أيضا المشاركة إجراءات سلامة الحجاج بشكل عام حتى إدارة الحشود ربما تدخل جانبا من التخصص الذي يعنى به الدفاع المدني جنبا إلى جنبا مع الشرطة والمرور ووزارة الحج والجهات المعنية الأخرى فلو تحدثنا في هذا المحور عن الجاهزية لموسم الحج من قبل المدرية العامة للدفاع المدني طبعا بالنسبة لشركات الحج أو مؤسسات الطوافة طبعا هذه من المؤكد أنه لها الدفاع المدني وإشترارات معينة في هذا الخصوص سواء من ناحية مثل الخيام سواء من ناحية تجهيزات سواء من ناحية الكاربا كل هذا الأمور يدخل فيها الدفاع المدني لا بد الدفاع المدني أن يشرب بنفسه وبشكل مباشر على ما يتم تقديمه من وسائل سلامة في هذه المؤسسات كلنا نعلم أن بعض المؤسسات ربما حقيقة أو مؤسسة طوافة أو الحملات الأج أنه ممكن بعض هذه الحملات أنه ممكن تتعاون في بعض الأمور مثلا تمديد الكهربا مثلا ما يتعلق بأمور مثلا المياه جميع ما يتعلق بأمور السلامة في هذه الحملات أو هذه مؤسسات الطوافة ولذلك الدفاع المدني لا يمكن أن يأتي تصريح مثل هذه المؤسسات إلا بعد ما يتم الإشراب بنفسه على إيصال كافة التجهيزات والتأكيد على مطابقتها لكافة وسائل السلامة وبناء عليها الدفاع المدني هنا يعطيه مثلا التصريح أو يعطيه الموافقة أيضا خلينا نتحدث عن المحلات الموجودة في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة بشكل عام هذه كلها تقضى أيضا إجراءات ومطابقة ومعاينة الدفاع المدني الدفاع المدني لا بد أن يشرب بنفسه على هذه المحلات يعني محل محل ومؤسسة مؤسسة وشركة شركة ومكتب مكتب ولذلك نجد أن الدفاع المدني يقوم بجهود عظيمة وجهود جبارة في هذا الموضوع أيضا فيما يتعلق بالفنادق الفنادق الآن لا بد أن يكون لها مثلا أو لا بد أن يكون لديها العديد من الإجراءات المتعلقة بالسلامة لا بد أن تطبقها مثلا من ناحية طفيات الحريق من ناحية مثلا المصاعد وتأكد مطابقتها للموصفات والمقاييس أيضا من ناحية تمديدات الكهربائية من ناحية الغاز الغاز طبعا هو ممنوع المشاعر المقدسة الآن نعم لكن نتكلم مثلا عن المحلات نتكلم عن فنادق جميع ما يتعلق بإجراءات السلامة كل هذه لا بد أن يتابعها الدفاع المدني أنت الآن عندما تتحدث يا صد خالد عن ما رح نقول مئات رح نقول آلاف المحلات كل هذه تقع تحت إشراف الدفاع المدني ومتابعة الدفاع المدني أيضا الفنادق الآن المملكة العربية المكة المكرمة وأيضا المدينة المنورة تعج حقيقة بمئات الفنادق مئات الشقق المفروشة كل هذه لا بد أن تقع تحت إشراف ومتابعة الدفاع المدني نحن الآن نتكلم عن عمل مبني وعمل جبار يقوم فيه الدفاع المدني سواء في مكة المكرمة وما يتعلق فيها مثلا محلات وفنادق أو فيما يتعلق بها الحملات الموجودة في المشاعر المقدسة يعني الحملات الحملات الموجودة في المشاعر المقدسة لا بد أن تخضع الاشتراطات معينة من ناحية مثلا الكهرباء من ناحية التمديدات من ناحية التلاجات من ناحية الأجهزة الموجودة داخل هذه الحملات ربما يكون لا قدر الله بعض هذه الأجهزة مثلا غير صالح أو في مشكلة أي التماس كهربائي ربما يؤدي لك هاردة أنت تتكلم عن نقطة صغيرة يوجد فيها ما يقارب المليونين شخص فأي لا قدر الله لو لم يكن هناك متابعة مستمرة لو لم يكن هناك إشراف مباشر ستقع كوارث لا قدر الله ولكن والله الحمد الدفاع المدني أنا أعتبر عين ساهرة من ضمن العيون الساهرة الموجودة في كافة وبقية القطاعات الآن مثلا تحدثنا مثلا عن ما يوجد في مكة المكرمة الآن أنا يعني يؤكد لي حقيقة بعض الأخوة الموجودين الآن في مكة هناك أنه فعلا الفنادق الشيفية المفروشة المحلات على كافة الترتيب وتقضع حقيقة لمتابعة وتقضع لمراقبة إحنا الآن خلينا نتكلم مثلا عن لو إحنا دينا مثلا المحلات بالآلاف أيضا الفنادق لو كانت الفنادق بالمئات فالغرف الفندقية بالآلاف أيضا الشيطق المفروشة نفس الشيء كل هذه لا بد أن يكون هناك متابعة يعني المتابعة ليست مجرد والله أجل الطبلون وأشوف الطبلون ومشي لا لا بد أن يتم معاينة الغرف لا بد أن يتم معاينة يعني الممرات لا بد أن يتم معاينة كل غرفة أيضا من ناحية كاشف الحريق من ناحية كاشف الدخان كل هذه الأمور لا بد أن تكون موجودة ومتوفرة لو لم يكن هناك متابعة لو لم يكن هناك صرار لو لم يكن هناك حقيقة يعني رعاية واهتمام وإخلاص في العمل من قبل رجال الدفاع المدني والله إلا لو وقعت كوارف لو وقعت مشاكل ولكن ولله الحمد للأمور على ما يرام ولذلك أنا أؤكد أنه رجال الدفاع المدني وغيرهم من كافة القطاعات العاملية في موسم الحد يستشعرون الله عز وجل في هذا العمل يستشعرون حقيقة أنهم يقومون بعمل مقدس قبل أن يكون عمل مناط فيهم عمل مجرد عمل يأخذوا عليه راتب لا هم يرون أن هذه الأمور أمور مقدسة أمور يعني تعني حجاج بيت الله الحرام وهذه الأمور تعني أن المملكة العربية السعودية الآن بفضل الله عز وجل ومتابعتها وكافة القطاعات أنها يفسص دارة ولله الحمد مما تقوم فيه من متابعة بما تقوم فيه من إشراف مما تقوم فيه من حرص ومتابعة على سلامة حجاج بيت الله الحرام بكافة القطاعات سواء الدفاع المدينة وغيرها ولذلك نجد ولله الحمد أنه في كل موسم في كل موسم رغم أن المساحة صغيرة رغم أن المساحة حقيقة لا تتعدى يعني عدة كيلوات أو أمتار بسيطة ولذلك وتعج بملايين البشر سواء من الحجاج أو سواء من العاملين ولذلك نجد ولله الحمد الأمور سلسة الأمور على أفضل ولله الحمد ترتيب على أفضل نظام وهذا يؤكد أن هناك متابعة من كافة القطاعات وعلى رأسها الدفاع المدني اللي يتابع ويشرف على كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق به ولله الحمد صحة وسلامة الحجيج نعم أيضا نتكلم عن جانب الافتراضيات وجانب الدراسات وكذلك الخطط التي يجريها الدفاع المدني طبعا قبل بداية موسم الحج ما هي أبرز الخطط الاستباقية التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني قبل بداية الموسم تفاديا للأزمات لا قدر الله طبعا شوف الدفاع المدني من المؤكد وكافة القطاعات وعوما يعني أنا بغير شير النقطة ذكرها صاحب السلموني السنة الماضية أنا أتذكر عندما أنت موسم حج السنة الماضية بعدها بسبوع تم الاجتماع والتحضير للحج هذا العام فلذلك التحضير يبدأ من نهاية موسم كل حج يعني التحضير والخطط والتجارب الافتراضية ما يتم مطلاقها قبلها بسبوع أو بسبوعين لا من نهاية موسم هذا الحج يعني أنا متأكد الآن أنه عندما ينتهي موسم هذا الحج إن شاء الله بصحة وسلامة وتنتهي كافة الشعائر وكافة حقيقة ما يتعلق بالحج بعدها بسبوع أو سبعين يبدأ التحضير لموسم الحج الثاني ولذلك نجد أنه ما يتم حقيقة الإطلاق من جديد فيما يتعلق بالتقنية فيما يتعلق بالآليات على مستوى العالم نجد المملكة العربية السعودية تستقدم مثل هذه التقنيات إلى المملكة وبالذات فيما يتعلق بموسم الحج ولذلك نشاهد الآن أن المملكة العربية السعودية تقوم بتطبيق كافة الخطط كافة البرامج كافة الافترابيات مسبقا فيما يتعلق بالموسم الحج لأنه لو لا قدر الله صار حدث شيء وحدثت مشكلة لذلك نجد الخطة جاهزة وليست خطة واحدة هي العديد من الخطط يعني لو لا قدر الله لم تنجح هذه الخطط نجد البديل جاهز لما نجح خطة ألف نجد خطة باء لو لم تنجح خطة باء في خطة جيم وهكذا فلذلك الخطط والتقنية والترتيب كل موجود وتقوم فيه كافة القطاعات على الأمستوى والله الحد جيمي أستاذ الدرحمن لو سألنا عن الفرق التطوعية بشكل عام وخاصة الفرق التي ربما سجلت أو تعاونت مع المدرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بعمليات الإنقاذ فيما يتعلق بالعمليات الأخرى التي يقوم بها الدفاع المدني أهمية الفرق التطوعية في هذا المجال التي تقف جنبا إلى جنب مع جهود الجهة الفكومية لعم التطوع حقيقة جهد كبير يقوم فيه المتطوعين سواء من كافة القطاعات سواء مثلا يتحدث عن كشافة سواء يتحدث مثلا عن ميسك ميسك أيضا كان لها حقيقة مبادرة جيدة وشاركت بأكثر من 4000 متطوع عدد المتطوعين المشاركين هذا العام في الحج تقريبا ما يقارب 32 ألف كل هذا يؤكد أن المملكة العربية السعودية تولي هذا الجانب اهتمام كبير وهذا يؤكد أنه كافة أبناء وبنات المملكة العربية السعودية يرون أن المشاركة في الحج والتطوع في هذه المناسبة وهذا المشأل العظيم فخر كبير وحقيقة جانب يعني ديني يفخر فيه أبناء وبنات المملكة العربية السعودية ولذلك المتطوعين يقومون بجهود كبيرة من عدة رواحي طبعا ممكن جمعة فضلتون تيستاذ خالد من ناحية الدفاع المدني الدفاع المدني يقوم بجهود كبيرة فيما يتعلق بالمتطوعين من ناحية تدريبهم لأن التطوع مع الدفاع المدني بلغوا 1500 تقرير هذا في الدفاع المدني لكن بشكل عام 32 ألف وأيضا عدد المتطوعين من قبل المسك 4000 فلذلك كل جهة أيضا متطوعين من الكشافة ولذلك كل جهة نعم والهلال الأحمر كل جهة تقدم متطوعين فعددهم يصل إلى 32 ألف هذا رقم كبير وهو رقم ضخم يؤكد أن هالك المتطوعين لم يأتوا لأجل المقابل المدني لأجل بدل الغالي والنفيس نعم لأجل بدل الغالي والنفيس للمشاركة في مثل هذا المشارع العظيم أنا أتمنى من الله عز وجل أن يكون عملنا هذا الآن ومشاركتنا في مثل هذه البرامج والإعلان عنها ومبرازها حقيقة للناس وإبرازها للعالم أتمنى إن شاء الله أن الله عز وجل يتقبلنا إن شاء الله من ضمن المتطوعين إن شاء الله في هذا المشارع العظيم طبعا المتطوعين في الدفاع المدني أنت كما ذكرت سيخال العدد من 2500 الدفاع المدني يقوم بتدريب المتطوعين على العديد من الأمور المتطوع في الدفاع المدني أنا أعتبره مختلف على المتطوع في كافة القطاعات في أنه لابد أن يكون لديه إلمام ببعض الممارسات يعني مثلا من ناحية الدخول مع الدفاع المدني في بعض المشاركة فيه مثلا بعض الأقدر الكوارث التي تتطلب أن يكون المتطوع ملم ببعض الإرشادات ملم ببعض الإشعافات ملم ببعض الأمور الذي لابد أن يشارك فيها ولذلك الدفاع المدني يقوم بالعديد من الإرشادات ويقوم بالعديد من الدورات التدريبية قبل مشاركة هؤلاء المتطوعين معهم في هذا المشار أيضا المتطوعين يقومون بجهود كبيرة فيما يتعلق بإرشاد التأهين هناك العديد من الحجاج والمتبرين سواء من كبار السن سواء من المرضى يقومون المتطوعين بإرشادهم يقومون المتطوعين بمساعدتهم يقومون المتطوعين بمساعدتهم وإيصالهم أيضا إلى حملاتهم وإيصالهم إلى مواقعهم كل هذه من الأمور يقوم فيها المتطوعين أيضا المتطوعين يقومون يعني حقيقة بسقية المحتاجين يقومون بإعطاءهم مثلا ما يحتاجون من أكل يعطاءهم ما يحتاجون من شراب كل هذه من الأمور اللي يقومون فيها المتطوعين أيضا يقومون بمتابعتهم يقومون بإرشادهم وإيسالهم إلى مقار سكنهم أيضا بالأطفال مثلا هناك بعض الأطفال التأهون يقومون بمساعدتهم كل هذه من الأمور الكبيرة اللي يقدمها المتطوعين المتطوعين أيضا في الكشافة يقومون بمهام كبيرة في المشاعر المقدسة يقوم بمهام كبيرة في مكة المكرمة أيضا يقومون بمهام كبيرة فيما يتعلق بمساعدتهم من الهلال الأحمر بمساعدتهم الفرق المتعلقة بمتابعة البلديات هناك متطوعين في البلديات من ناحية مثلا الكشف عن المغادر الغذائية الغير سليمة من ناحية مثلا متابعة المحلات متابعة المطاعم كل هذا يقوم فيها المتطوعين لدى 32 ألف متطوع كلهم يقومون بجهود حقيقة عظيمة وجهود كبيرة ولله الحمد أثمرت جهودهم سواء هذا العام أو العوام السابقة أثمرت جهودهم حقيقة بنجاح كبير وجهودهم الآن جهود المتطوعين تضاف إلى جهود كافة القطاعات التي تبدلها كافة قطاعات المملكة العربية السعودية سواء قطاعات الأمية أو سواء قطاعات المدرية لأبو الله الحمد إيصال الخدمات وللبحث الراحة وسلامة الحجيج أيضا المتطوعين يقومون بجهود كبيرة فيما يتعلق نذكرها العديد من القطاعات وأيضا فيما يتعلق بقطاعات قطاعات الحملات يشاركون أيضا المتطوعين مع حملات الحج لديهم العديد من المتطوعين وأنا أذكر لي حقيقة أحد أصحاب الحملات هنا في الرياض وذكر لي أنه يقول في كل عام يتقدم إليهم المئات من المتطوعين يعرضون أنفسهم للمشاركة في هذه الحملات مجانا لا يريدون والله الحمد لا يريدون مقابل مادي إنما يريدون الشكر من الله عز وجل ويريدون دعوة صادقة من حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام الفضيلة كل هذا يقوم فيها المتطوعين ونحن بدورنا الآن نقول إن شاء الله جزاكم الله خير وماذا صرت ويعطيكم الفعافة؟ جميل لو سألنا أستاذ عبد الرحمن عن الإحصائيات التي ربما ذكرت بعضها وذكرها السمو الأمير خاد الفيصل في المؤتمر الصحفي أهميتها في تقييم الأداء للجهات الحكومية خدمة لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام وأيضا أهميتها في تبيين العمل الكبير والجهد الكبير الذي تقوم به الجهات الحكومية وكذلك الجهات الخاصة والفرق التطوعية المساندة لها طبعا شوف الأرقام والإحصائيات من المؤكد أنها تعطيك نبذة أو تعطيك معلومة أنه والله ماذا تم تقديمه مثلا في مرسم حج هذا العام عندما الآن نتحدث ونقول والله عدد المشاركين من مدنيين وأسكريين في الحج 350 ألف مجرد أنت مجرد الآن لما تعلن عن هذا الرقم وتقول 350 ألف مشاركين في حج هذا العام هذا ماذا يوحيلك؟ يوحيلك أن المملكة العربية السعودية جندت كافة الطاقات البشرية وطاقات كبيرة وطاقات مهمة لإنجاح موسم هذا الحج الآن عندنا 350 ألف هذا يؤكد فعلا أن المملكة بدلت جهود كبيرة وجهود مدنية وبالعكس بدلت وما زالت تبدل وكل عام نشاهد الجديد في هذا الموضوع أنه الآن جميع أنه يعني أعداد كبيرة وأعداد مهولة تشارك في تنظيم موسم هذا الحج أيضا عندما نتحدث يا سيد خالد ونقول أنه والله المعدات والآليات بلغت أكثر من 22 ألف آلية عفوا 12 ألف آلية عندما تقول 12 ألف آلية حقيقة كأنك تتحدث عن جيش من أكبر الجوش كل هذه الآلات والآليات كلها مشاركة في تنظيم موسم موسم الحج وكلها وضعت لأجل خدمة حجاج بيت الله الحرام نعم سيد الدرحان بس ما أود أن أقطع حديثك لكن أيضا معي اتصال هاتفي الدكتور سري عسيري مدير الإدارة العامة للحج والعمرة وأمين لجان الحج التحضيرية بوزارة الحج أهلا ومرحبا بك دكتور سري أحياكم الله وربي الحج إن شاء الله كل عام أنتم بقية جميع طبعا أمين لجان الحج التحضيرية بوزارة الصحة وأنا أقول بوزارة الحج المعذرة دكتور ما يحتاج دكتور آخر التطورات والتحديثات الخاصة بكم طيب الحمد لله رب العالمين لفيك اللهم لفيك لفيك لا شريك لك لفيك لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين والسموه لي أحي الأمين وكتابة معاك والصحة تعدى تزارة الصحة اليوم عرفة بجميع الطواقم والمثلسية المسوشفيات منتفة عرفة أربع الأقوة للإستعداد بإضافة إلى مستشفيات مشعر منها في حالة تجدد لها ومستشفيات مسكة المكرمة والجزء والصائف كلها على أربع الأقوة للإستعداد أكثر من 5000 تريد موجود 30 ألف موظف وموظفة من حوادر الصحة على أربع الأقوة للإستعداد 180 من أكبرت من عدد الإستعداد الموجودة والمنتشرة في جميع المشعر براجعين للإعادات الخارجية اليوم تقريبا 3.160 مراجع وصلت للقوارع للإستشفيات تقريبا 547 حالة دخول من الإستشفيات 224 حالة الخروج 144 حالة والله الحمد المنوامين 139 حالة جلسات رد قصير الكلوي تقريبا 6 جلسات مراجعين مراكز الصحية 1172 مراجعين والله الحمد جميعا على رغبة الإستعداد تم تصعيم قاتلة الفجاج للوقوف على مشعر عرفة المنومين بمقرمة بإفقائهم أطقم طبية وإسعافات وضعطات مجهة للقدمات الطبية الكاملة هناك مراوح للرسال لإستعداد الحالات ضربات الحرارة لا قدر الله التفنية تم استخدامها وتفعيلها بشكل كبير من فنية تحكية ومن استخدام الروبوت ومن استخدامها أحدث التفنيات في هذا العام ولله الحمد جميعا جائزين لخدمة فجاج بيت الله الحرام في وزارة الصحة الحمد لله دكتور سري جهود وزارة الصحة جهود كبيرة ونسأل الله لكم التوفيق والإعانة والسداد وأنتم تقفون جنبا إلى جنب مع جميع الجهات الحكومية المشاركة وزارة الصحة تبذل جهد كبير جدا سواء في عمل المستشفيات عمل المراكز الصحية عمل الفرق الإسعافية والفرق المتنوعة الأخرى في هذا اليوم العظيم يوم عرفة وفي هذه الوقفة لحجاج بيت الله الحرام كيف هي الحالات التي تم مباشرتها سواء بما يتعلق بضربات الشمس وكذلك بعض الأمور الأخرى التي تم مباشرتها في هذا اليوم وأيضا إن كان هناك من نصائح لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام الحمد للعالمين في الإجمال الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام مطمئن الحالات المباشرة هي حالات عادية قد تصيب أي إحاج أو أي مراجع لأي مستشفى سواء كان من حالات التعب في المشيء أو حالات الرغو أو من بعض حالات ألام في القدر يتم التعامل معها بإحترافية من قبل قواقع المستشفى في العيادات المتنفقلة أو مراكز الرعاية الصحية لأولي أو المستشفى ومن ثم يتم إحالة الحالات إلى حسام المتخصص والثواء كانت عناية مركزة أو إخلاهم إلى المستشفى المستشفى الكبرى من جالة الملك عبد الله أو بقية المدى المستشفى وراتت احتراج كامل في مراكز الرعاية الصحية لأولي قد تأثيرهم بعض الحالات التهاب في جهاز التنقص العلوي أو حالات فسيطة جداً قد يمر بهالحاج بسبب مجهود الحج فالحج مجهود وعبادة النقايح لجميع الفجاج هي انبعد عن الاتحام قدر الإمكان, التغذية السليمة استخدام الشماتي استخدام متائلة السلامة وانبعد عن التجمعات أيضاً أدوية المنزلة يجب أن تكون معهم بالاستمرار وخصوصاً رقم الموحد تم نشره لجميع الحجاجين هو دفع ثالثبع للاستخدام والاستخدام بأي لحظة وبجميع اللغات المختلفة يتم خدمتهم ولياب على استخداماتهم وحداته لتكليم الخدمات الصحية سواء المراكب الصحية أو المستشفيات وأيضاً تم هذا العام استخدام ثبع عربات متنقق لموجودة بكواديرها خطية ومجهود خدمة مجهة ننتح الجاج في التفلاه الحرام على مدار الساق ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم حجة المطبولة ومجهودة اللهم أمين دكتور سيري وانت تنقل لنا التطبينات وأيضاً نحن نبادلكم الدعوات أن يتم الله أيضاً لحجاج بيت الله الحرام حجهم نريد منك كلمة أخيرة قبل أن نختم معك كلمة أخيرة أن نشرف في هذا الوطن في هذا الزيط في قائد من الحرمين الشريفين وصموه لعهد حلاميين لخدمة فجاج بيت الله الحرام هناك متابعة مستمرة من معالي وزير الصحة وتعادة وكيفة وزارة الصحة العامة رئيس جانب الحجة المختلينية على خدمة فجاج بيت الله الحرام هناك ثلاثين ألف من الكوادر في جميع مناطق الحج سواء كانت في عرفة، في مناء، في مزلفة في مكة المكرمة، في المدينة المنورة، في جزة، في الضائفة أيضاً في منظر الزفور على أغبة الاستعداد وزارة تحديم الخدمة الوقائية، العلاجية، التوعوية، البسيخية أن نقل الإفعاد بما يحقق الخدمات البسيخية التي نحقق بهذه وظنبها الدكتور ساري إبراهيم عسيري مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة أمين عام لجان الحج التحضيرية في وزارة الصحة شكر الله لكم وبرك الله فيكم هذه الجهود الكبيرة والعظيمة حقيقة التي تقوم بها وزارة الصحة السعودية جنباً إلى جنب على الجهات الحكومية الأخرى جميعها لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الرحمن المرشد ما ذكره الدكتور ساري عسيري وهذه الجهود الكبيرة وأكثر من 30 ألف موظف ما بين طبيب وما بين خصائي صحي وما بين الوظائف الصحية والإدارية الأخرى لوزارة الصحة وهذه أيضاً الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة أيضاً مع الفرق الإسعافية والمستشفيات الميدانية في المشاعر المقدسة طبعاً لما ذكره طبعاً سعادة الوكيل وزارة الصحة عندما تحدث عن عدد العاملين من القطاع الصحي أكثر من 30 ألف وهو مدير عامل الإدارة أو مدير عامل الحج والعمرة أو مدير عامل الإدارة العامل الحج والعمرة أيضاً هناك أيضاً أكثر من 109 مركز إسعاف، هناك أكثر من 25 مستشفى، هناك تقريباً 25 مستشفى، و109 مركز صحي، و109 مركز إسعاف، كل هذه تقدم خدماته للحجاج، طبعاً أنا لا أريد أن أضيف وزارة الصحة تقوم بالعديد من الجهود المضرية، ولديها حقيقة استعدادات كبيرة، وتقوم بالعلاج المتجاني، هذا يبغى أكد عليه أستاذ خالد، أن تصرف العلاج المتجاني، وتقوم بالعمليات المتجانية عندك لأنت تحدث عن عمليات قلب، عمليات قلب تقوم فيها وزارة الصحة، وستقوم بالعمل مع بعض المرضى شفان الله وإياهم بإذن الله مجاناً تقوم بعمليات غسيل كيلة مجاناً تقوم ببعض العمليات الأخرى عين وعيون أمراض أخرى كلها تقوم فيها مجاناً وتصرف العلاج مجاناً العلاج يكفيه لمدة شهر وشهرين إلى أن أرجع إليه إن شاء الله يرجع بلده السالم وعافى والعلاج معه يستخدمه هناك كل هذه تقوم فيها وزارة الصحة وإضافة إلى هذه الجهود نحن لا نتحدث عن الأمور المادية لكن نتحدث عن الجهود البشرية والحقيقة الجهود التي تقوم فيها وزارة الصحة أيضاً إذا سمحت لأيضاً أتحدث أنت ذكرت في بداية قبل حقيقة قبل ما تستغيف وضيفكم الكريم ذكرت عن أو تحدث عن بعض الحصائيات بعض الحصائيات خلينا أجيب لك بعض الحصائيات الآن عدد عمال النظافة الموجودين تعرف كم عددهم أستاذ خالد أستاذ مشعل عددهم أكثر من 13 ألف عام النظافة كلهم موجودين في المشاعر المقدسة كلهم يشهرون على سلامة الحجيج أي مشكلة أي حاجة أي شيء تتعلق بالنظافة وسلامة النظافة عمال النظافة أكثر من 13 ألف عام النظافة موجودين في المشاعر المقدسة أضف إلى هذا أنه الآن عمال صحة البيئة كلهم متواجدين بالآلاف في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة لمتابعة المطاعم لمتابعة المحلات لمتابعة البوفيهات لمتابعة جميع ما يقدم كل هذا حرص على سلامتهم ولله الحمد لم تسجل إلا حالات بسيطة حالات لا تذكر في ظل هذه الحشود المليونية الضخمة كل هذا يؤكد نجاح المملكة العربية السعودية أيضا لو تحدثنا مثلا عن الأجهزة لاسلكية يوجد أكثر من 14 ألف جهاز لاسلكية كلها يعني حقيقة تقدم خدماتها للحجاج حجاج بيت الله الحرام والسار على راحتهم ومتابعة ما يعيق يعني مشاكل أي مشاكل تواجههم أيضا يوجد يعني حقيقة أكثر من 5 ألاف حاسب آلي يوجد الآن أكثر من تحدثنا عن المتطوعين عدد ما أكثر من 30 ألف من 30 ألف كل هذا بذلتها بذيتها المملكة العربية السعودية وإحساءات وإرقام وأرقام بالآلاف تؤكد أن المملكة العربية السعودية تحشد كاف في الطاقاتها وتسهر يعني ليلة النهار لأجل تمام موسم الحج وهذا المشهر العظيم يعني الآن جميع بعثات الحج والله الحمد تشكر المملكة العربية السعودية سواء من بعثات حج الدول الإسلامية أو من بعثات حج الأقليات في المسلمين في الأقليات في بعض الدول غير إسلامية كلهم يؤكدون المملكة العربية السعودية تبدل الغالي والنفيس للحرص على سلامة الحجاج وعلى حقيقة يعني جميع بذل ما يستطيعون لأجل سلامتهم وعافيتهم سواء من ناحية وزارة الصحة من ناحية القطاعات الأمنية من ناحية كافة القطاعات ولله الحمد ولم تسجل ولله الحمد ولم تسجل إلا مشاكل بسيطة لا تذكر بالعكس تعتبر نجاح تام لكافة القطاعات في موسم هذا الحج أو الموسم السادة جميع أستاذكم أستاذ أبد الرحمن وأيضا الأستاذ المشاهدين معنا على الهواء مباشرة القائد الكشفي الأستاذ وجدي السعيد قائد معسكر عرفات كما نعلم أن الجماعة الكشافة أو الجمعية الكشافة السعودية تقوم بجهود كبيرة ومتميزة جنبا إلى جنب إلى جهود الجهات الحكومية الأخرى وتشارك أيضا بشكل سنوي في موسم الحج خدمة لضيوف الرحمن وحجات بيت الله الحرام حيكم الأستاذ وجدي وأهلا وسهلا بك الله يحييكم وأنا سعيد بالتواصل وأيضا المشاركة في هذا البرنامج المبارك الله يحفظك لو تحدثنا في البداية عن الجمعية الكشافة السعودية وكذلك عدد المعسكرات وعدد المشاركين فيها في موسم حج هذا العام 1440 بسم الله الرحمن الرحيم جمعية الكشافة العربية السعودية أحدى الجمعيات التطوعية التي اهتمت بها حكومة خادم الحرمي الشريفين وقد تأسست عام 1381 بمرسوم ملكي رقم 28 وبدأت المعسكرات الكشفية أو الجمعية بمعسكرات خاصة بمعسكرات الخدمة العامة بالحج هذه السنة عندنا عشر معسكرات منها المعسكر الرئيسي اللي هو معسكر عرفات وأيضا معسكر من الوادي ومن الجبل ومن الجديدة ومن الجمرات وأيضا ابن رجب وأيضا الملك خالد وكذلك العزيزية ومدرسات الأرقام وعدد المشاركين في معسكرات الخدمة العامة يفوق أربع ألاف مشارك سواء كان كشاف أو جوال أو قائد كشفي نعم جميل جدا أستاذ وجدي ما هي أبرز الأعمال التي تقدمها الكشافة في موسم الحج من أبرز الأعمال التي تقدمه الكشافة في موسم الحج هي التواصل مع وزارات الحكومية مثل وزارات الحج والعمرة في الإرشاد إرشاد التاهين وكذلك وزارة الصحة بتنظيم المستشفيات والمراكز الصحية وتسجيل المرضى عند البوابات مراكز الصحة أو المستشفى وكذلك مع أمانة العاصمة المقدسة بمنع الحلاقة العشوائية في يوم العيد إن شاء الله قادا وكذلك الباع المتجولين وكذلك مع البنك الإسلامي للاستفادة من الهدي والأضاعي وأيضا مع وزارة الشؤون الإسلامية بمرافقة المشايخ وتنظيم الحجاج للفتوى وأيضا مع التفويج تفويج خاصة في الدول العربية فعندنا ما يقارب على 26 فرقة في التفويج للدول العربية إلى الجمرات تنظيما دخول وخروج إلى الجمرات بإذن الله جميل بالنسبة أستاذ وجدي للأعمال التي قامت فيها الجمعية الكشافة خلال الإعداد لموسم حج هذا العام كمان أعلم جميعا أن جميع القطاعات الحكومية تأخذ تدريبات مثلا معينة تأخذ استعدادات معينة تؤهل من سوبيها للقيام بهذه الأعمال الجليلة في الحج ما هي الاستعدادات والترتيبات التي تمت من قبل جمعية الكشافة السعودية جمعية الكشافة العربية السعودية تولي الاهتمام بمعسكرات الخدمة العامة خاصة في الحج طبعا فأقامت دورة تخصصية لقادة القادة المشاركين في الحج تخللت خلال خمسة أيام بمعسكر عرفات في شهر ذو القعدة وكان فيه تدريب للقادة على المسخ والإرشاد واستخدام الخرائق كما تعلمون أن جمعية الكشافة العربية السعودية أصدرت خرائق لمشعر عرفات ومشعر ميناء وطبعت ما يقارب أكثر من مليون خريطة يستفيد منها الحاج وأيضا الأفراد الكشافة كذلك أولت الكشافة بالقطاعات الكشفية تدريب المنتصبيها سواء كانوا في التعليم أو المعاهد التجارية الصناعية المؤسسة العامة للتدريب المهني وكذلك الجامعات بالتدريب المحلي وأيضا للتدريب خلال وجودهم في معسكرات الخدمة العامة بالمشاعر المقدسة نعم جميل جدا أيضا أستاذ وجدي ما هي آلية التدريب تدريب طبعا الكشاف والجوالة على مسح مشعري عرفات وكذلك مشعر ميناء وأيضا التعرف على المناطق طبعا هناك لجنة تسمى في كل معسكر تسمى لجنة المسح والإرشاد نعم هذه اللجنة من أعمالها تدريب الكشافة والجوالة المشاركين في الحج قبل موسم الحج خلال سبعة أيام عن طريق المسح المناطق في فترتين الفترة الصباحية والفترة المسائية باستخدام الخرائب وأيضا العلامات الموجودة في المشاعر وكذلك تسجيل بيانات المطوفين وإصدار دليل مشعر عرفات وأيضا مشعر ميناء خلال الأيام ولله الحمد تم الاستفادة من دليل مشعر عرفات هذا اليوم بإرشاد التائهين في مشعر عرفات جميل أستاذ وجدي لو سألنا عن الشراكات شراكات الجمعية الكشافة السعودية مع القطاعات الحكومية والأهلية بشكل عام وما هي أيضا أوثق هذه الشراكات التي تقف جنبا إلى جنب في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن وحج جميلة الله الحرام طبعا ممكن ذكرناها آنفا اللي هي مع الوزارات حقيقة شراكة عميقة جدا كوزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة وأمانة العاصمة المقدسة وكذلك مطوفي الدول العربية وكذلك البنك الإسلامي ووزارة الشؤون الإسلامية وجميع وأيضا حتى يعني الأمن العام وغيرها نعم أيضا لو حدثتنا باختصار أستاذ وجدي عن رؤية الجمعية المستقبلية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في رفع نسبة التطوع طبعا الجمعية جمعية الكسافة العربية السعودية تهتم بالتطوع وقد أصدرت أو أقامت متدى للتطوع وأيضا برامج تطوعية ومن خلال رؤية المملكة العربية السعودية عشرين ثلاثين في رفع منسوب أو رفع أو إدخال المعتمرين من ثمانية مليون إلى ثلاثين مليون جمعية الكسافة العربية السعودية سترفع أيضا المتطوعين في خدمة المعتمرين والحجاج إلى أكثر من ذلك بإذن الله تعالى جميل الأستاذ وجدي السعيد قائد معسكر عرفات الكشفي شكرا جزيلا لك سعد الرحمن سمعنا هذه الجهود وهذه أيضا الأعمال الجميلة والجليلة التي يقوم بها المتطوعين في الكشافة العربية السعودية العربية مثل هذه الأعمال التي يقدمها شباب نحن نعلم أنها تدخل ضمن التطوعين كان يتقضون مبالغ لكن مثل ما ذكرت أنت كل من جاءوا متطوعين هم لا يبحثون بلا شك عن المال طبعا يشوفوا التطوع ولله الحمد والذات أنا أتكلم عن موسم الحج والعمرة لا يمكن حقيقة أن تجد أي إنسان في المملكة العربية السعودية سواء شاب أو شابة إلا يفتخر ويتشرف التطوع في هذا المشهر العظيم يعني أنا لا أخفيك أنا مثلا عندما دعيت إلى هذا أنا أعتبره تطوع أنتم الآن مثلا وجودكم في مثل هذا يمنعتبر التطوع إن شاء الله فالكل يتطوع في مجال يتطوع في مجال الإعلام يتطوع في مجال خدمة يتطوع في مجال مثلا التبرعات يتطوع يعني في مجال الإرشاد في مجال النصف في مجال التوجيه فلله ولله الحمد يعني كلنا ولله لنا لتسربة هذا الخدمة الآن عندما الآن عفوا عندما الآن يتحدث أي شخص مثلا من أبناء المملكة العربية السعودية عندما يأتي مشهر الحج أو يأتي مثلا حقيقة حرمين الشريفين تجدنا يقول نفتخرنا نخدام لبيت الله الحرام نفتخرنا حقيقة أو نتشرف أننا نخدم حجاج بيت الله الحرام نخدم المؤتمرين هذه حقيقة الشرف وفرصة كبيرة لنا وخادم الحرم الشريفين الملك سبب بن أبي عزيز دائما يؤكد على هذا الأمر أن المملكة العربية السعودية اختصى الله بخدمة البيتين الشريفين بخدمة الحرمين الشريفين ولذلك هي فرصة عظيمة ومكسب كبير طبعا وجود مثل هؤلاء المتطوعين أيضا في المشعر العظيم وإرشاد التائهين وكما ذكر طبعا ضيفكم الكريم إرشاد التائهين المشاركة مع بكين مع بقية القطاعات سواء قطاعات الصحية سواء قطاعات الدفع المدني سواء قطاعات البيئة سواء قطاعات الجميع القطاعات كل هذا يؤكد أنه فعلا باب التطوع المملكة العربية السعودية مفتوح والكل حقيقة يفتخر ويتشرف بهذا الأمر عندما ذكروا حقيقة عن موضوع مهم لهم موضوع إرشاد التائهين موضوع تسجيل المرضى على مساعدة المستشفيات حتى يمكن المتطوعين يأتون في سيارات الإسعاف أيضا كلهم من باب حقيقة شرف الخدمة في هذا المشعر العظيم كل هذه حقيقة نتشرف فيها أنت ذكرت يا أستاذ مش عن الموضوع عندما ذكرته وقلت أنه المقابل هم حقيقة يأتون ليس هناك أي مقابل مادي وكلنا الآن نتشرف بهذا الأمر لا نبحث والله عن مقابل مادي إنما نبحث حقيقة عن الأجر العظيم من الله عز وجل هذا أولا وأيضا نتمنى الدعاء من هؤلاء مثلا في هذا المشعر من الحجاج الذين يربوا ما يأتي تحت الحجاج يقول جزاك الله خير وهذه ما يعتبرها أكبر مقسم هذا هو اللي حقيقة نبحث عنه في هذا المجال إذا أنتم سمحتوني الآن في موضوع بس ودي أتكلم عنه اللي هو موضوع استفافة خادم الحرمين الشريفين للحجاج من 77 دولة هذا من المواضيع المهمة ومن الأشياء حقيقة اللي المملكة العربية السعودية تقوم فيها كل عام وهذه يعني خادم الحرمين الشريفين من خلال هذا البرنامج اللي هو حقيقة برنامج برنامج الضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة هذا يعني من أهم البرامج اللي تقوم على استضافة هذه الحجاج والمعتمدين من كافة دول العالم الإسلامي هذا العام تم استضافة أكثر من 6000 حاج وحاجة من 77 دولة وهؤلاء يمثلون من عديد من دول العالم الإسلامي بالذات الدول حقيقة اللي تعرضت لمشاكل وتعرضت نكبات من ضمن الحجاج اللي جايين ضمن هذه الاستضافة اللي هو تقريبا حجاج من اليمن أكثر من تقريبا 2000 حاج أيضا حجاج من دوي شهداء شهداء بزرعة نيزلندا أيضا حجاج طبعا من ضمن حجاج من السودان أيضا وأيضا حجاج من كافة حقيقة الدول الإسلامية يعني سواء اللي تعرضت لمشاكل أو الدول الإسلامية المتعددة وهذه حقيقة من مبرات خادم الحرم الشريفين يقوم فيها كل عام وإن شاء الله نسأل الله إلى الله عز وجل أن تكون ضمن حسنات خادم الحرم الشريفين وفقه الله لما يحبه يرضى وهذه من الأشياء الجميلة التي تقوم فيها المملكة العربية السعودية بصفة مستمرة أنت الآن تحدث أكثر من ستلاف حاجة وحاجة من كافة ضيوف خادم الحرم الشريفين من كافة الدول الإسلامية أن تتحدث عن سبعين دولة وهذا يؤكد أن المملكة العربية السعودية تبحث ولله الحمد عن ما يرضى الله عز وجل ولذلك هي تبحث عن المستضعفين تبحث عن اللي عندهم مشاكل يعني اللي حصل لهم لا قدر الله مشاكل مثلا وفيات نكبات يعني سواء نكبات أعمال إرهابية أو سواء أعمال يعني لا قدر الله مثلا يعني صارت مشاكل مثلا زلازل لا قدر الله نجد المملكة تقوم بالتخفيف عن هؤلاء وعن ذوي الشهداء باستضافتهم الحج ويجعلنا فقط خادم الحرمين الشريفين كميل أستاذ عبد الرحمن المرشد يمكن الوقت وقتنا الانتهى معكم كل الشكر وتغذية لكم أستاذ عبد الرحمن المرشد الكاتب الصحفي متحدثا عن جهود عدد من الجهات الحكومية في الحج وفي خدمة طيوف الرحمن وحجة بيت الله الحرام كل الشكر وتغذية لكم يعطيكم الآفية شكرا لكم وبقية الجمعة الله أحبتك فضل شكرا لكم أنتم مشاهد الكرام نتواصل معكم في فاصل قصير ثم نتواصل مع ضيوف آخرين في هذه التغطية المستمرة والمباشرة عبر قناة الرسالة في هذه التغطية الخاصة وكذلك أيضا قناة روتانا خليجية التي تشاركنا في هذا البث المباشر لهذا المشعر العظيم وهذه الشعائر العظيمة في حج هذا العام 2440 إذن فاصل قصير ثم نتواصل معكم مشاهدين الكرام فابقوا معنا